أي من أين تبدأ الأبضبان من الأعلى وأين تنتهي من الأسفل أما الجراحين فلديهم رأي آخر فيقولون بدلا من السبكوستال بلين سأقوم بحذف السبكوستال بلين على حسب رأي الجراحين وسأقوم بوضع بلين آخر لكي يستخدم بدلا من السبكوستال بلين لذا فلدي 9 Abdominal Regions ولدي 4 Abdominal Quadrants وأيضا في جميع الأحوال ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل مرحبا جميعا هذا هو الجزء الثاني من محاضرة الـ Overview of the Abdominal Anatomy في هذا الجزء سنتعرف على الـ Abdominal Regions والـ Abdominal Quadrants أي كيف سيتم تقسيم الـ Abdomen إلى عدة مناطق وما أسمع هذه المناطق وفكرة مختصرة عن محتويات كل منطقة من هذه المناطق هذا هو عنوان هذا الفيديو فهذه المحاضرة كانت عن الـ Abdomen وكانت From the Beginning وكانت For Med Students ليست لأي طلاب غير المد students وكانت عبارة عن Lecture 1 وما تزال كانت وما تزال وهذه المحاضرة هي عبارة عن Overview عن الـ Walls والـ Cavities والـ Regions والـ Planes رابط سلسلة تشريح الـ Abdominal الكامل ستجدوه أسفل في وصف هذا الفيديو لكي تستطيعون الوصول إلى الجزء السابق ولكن قبل أن ندخل بهذا الجزء سنقوم بمراجعة الـ ILOs فقد تعرفنا في الفيديو السابق عن Introduction للـ Abdomen ومن ثم تعرفنا على General Description للـ Abdominal Wall وسنتعرف عليه أكثر إن شاء الله في المحاضرات القادمة وأخذنا فكرة عن Internal Aspects of the Abdominal Wall وأخذنا فكرة أيضاً عن Relationships with Other Regions أي علاقة الأبديمن مع المناطق الأخرى من الجسم البشري وتعرفنا أيضاً على Abdominal Cavity و Its Borders حدود هذا الـ Abdominal Cavity وتعرفنا أيضاً على Functions of Abdominal Walls بشكل عام وتبقى الـ ILO السادس لهذا الفيديو وهو عبارة عن Surface Anatomy of the Abdomen ومن هذا الـ ILO سنقوم بتقسيم الـ Abdomen إلى عدة مناطق فلدي Abdominal Regions ولدي Abdominal Quadrants ولدي محتويات كل منطقة من هذه المناطق ولكن بشكل مختصر لأننا سنقوم بدراسة محتويات هذه المناطق في المستقبل ولكن ما يهم في هذا الفيديو سنقوم بتقسيم من الـ Abdomen إلى عدة مناطق والـ ILO الأخير الذي تم إضافته في هذا الجسم هو عبارة عن Summary of the Abdominal Anatomy Overview أي سنقوم بعمل Summary لهذه المحاضرة من المفترض أن لا يأخذ وقت طويل ولكن سنقوم بعمل Summary بطريقة مختلفة هذه المرة كما شاهدتم في بداية هذا الفيديو مثل ما نلاحظ لدي طريقتان لتقسيم الـ Abdomen إلى Sub-Regions هذه طريقة وهذه طريقة أخرى هذه الطريقة تسمى بالـ Abdominal Region وفي بعض الأحيان تسمى بالـ Abdominal Sub-Region وهذه هي الطريقة الأساسية التي سنتعامل معها في سنوات الـ Clinical وسنحتاج دهب بشكل كبير بصراحة أما هذه الطريقة فتسمى بالـ Abdominal Quadrant وهذه الطريقة إلى حد ما مثل ما تلاحظون طالما أنني هنا أقوم بتقسيم الـ Abdomen إلى أربعة مناطق Quadrant تعني ربع فالـ Abdomen فيها أربعة أربعة وهذه الطريقة تقوم بتقسيم الـ Abdomen إلى تسعة مناطق فمن المؤكد أن هذه الطريقة ستكون أدق في تقسيم الـ Abdomen ولكن نحتاج إلى أن ندرس كلا الطريقتين فهذه الطريقة تسمى بالـ Abdominal Region أي كل منطقة من هذه المناطق تعتبر Region أما الآن فسنبدأ أولا بـ Abdominal Regions أي الـ Nine Regions فمن ثم أن نلاحظ فلدي تسعة مناطق سأقوم بتقسيم الـ Abdominal Cavity إلى تسعة مناطق ويجب عليكم التركيز بمصطلح Abdominal Cavity فنحن لن نقوم بتقسيم الـ Abdomen من الـ Surface فقط وإنما كـ Cavity أي تخيل بهذه الطريقة أن لديك Abdomen للجسم البشر وستقوم بتقطيع بشكل فعلي هذه الـ Abdomen إلى تسعة مناطق تقوم بقص كل منطقة وتفصلها عن المنطقة الأخرى أي ستقوم بإنتاج تسعة قطع مختلفة عن الـ Abdomen باعتبار أن الـ Abdomen عبارة عن قطعة واحدة وسنحتاج هذه الطريقة لأسباب عدة أولاً لوصف موقع الأعضاء فمثلاً في هذه النقطة هنا إذا حصل لدي ألم فما هي الأعضاء الموجودة في هذه النقطة والتي قد تسبب الألم لذا سنحتاج إلى معرفة Location مكان الأعضاء وبالتالي سنستطيع أن نتنبأ بسبب الألم فنحتاج إلى معرفة المكان ونحتاج إلى معرفة أيضاً الألم فهنا ألم أي هنا عضو معين ما هو العضو الموجود؟ والذي من المحتمل أن يكون قد سبب هذا الألم وأيضاً لن يأتي المريض يشكو من ألم فقط وإنما من المحتمل أن يشكو من وجود هيرلية مثلاً يقول أن لدي لامب هنا لامب تعني عبارة عن بروز إلى الخارج مثلاً فهذا الفاثولوجي نحتاج إلى أن نصف موقعه من المؤكد فنصف موقع الفاثولوجي نصف موقع الألم أو نصف موقع عضو معين فهذه هي الغاية الأساسية من تقسيم الأبديمن إلى سب ريجينز مثل ما قلت أن لدينا طريقتين هذه هي عبارة عن الأبديمنال سب ريجينز أو الأبديمنال ريجينز وهذه هي عبارة عن الأبديمنال كوادرينز سنتعرف أولاً على هذه الطريقة أو على الأبديمنال ريجينز سأقوم فقط بذكر أسماء هذه الريجينز ومن ثم سنتعرف عليها أكثر ونعلم كيف تم تقسيم هذه الريجينز بشكل فعلي وسنأخذ فكرة ولو بسيطة عن ما هي الأعضاء الموجودة في كل منطقة من هذه المناطق مثل ما نلاحظ هذه المنطقة تسمى بال هذه المنطقة تسمى بال هذه المنطقة تسمى بال هذه المنطقة تسمى بال بسبب وجود الأمفليكس التي عبارة عن الصرة وهذه المنطقة تسمى بال بسبب أنها تكون موجودة بال إلى الأعلى من البيوبيس فهذه المنطقة تسمى بال هذه المنطقة تسمى بال وهذه المنطقة تسمى بال سعيدها بشكل مختصر هذه المنطقة تسمى بال ي قبر والجنطقة ماذا تعني هذه الفقرة ببساطة كيف سيتم تقسيم الابديمن إلى ريجنز نحتاج إلى بلينز تقوم بقطع الابديمن إلى عدة ريجنز أي سنقوم باستخدام سكين كبيرة ونقوم بتقطيع الابديمن إلى ناين ريجنز فنحتاج في البداية أن نقوم بتمرير السكين لقطع الابديمن بهذه الطريقة فنحتاج إلى بلين يمر في الابديمن بهذه الطريقة وبلين آخر يقوم بقص الابديمن أيضاً بأجهة المعاكسة وبنفس الطريقة سيقوم بقص الابديمن بهذه الطريقة ونحتاج إلى بلين آخر سيقوم بقص الابديمن بهذه الطريقة وبلين رابع سيقوم بقص الابديمن أيضاً بهذه الطريقة فلدي two sagittal planes أو two vertical planes وtwo horizontal planes مجموعة هذه البلينز جميعها four ولو تصورتم الموضوع فستستنتجون أننا حينما قمنا بتقطيع الأبديمن باستخدام four planes فسينتج لدي nine regions مثل ما نلاحظ هذه هي الخطوط التي أتحدث عنها ولكن قبل أن أتحدث عنها الجراحين لا يستخدمون مصطلح plane وقد ما يستخدمون مصطلح line فالآن سنتعرف على هذه البلين ونقول midi-clavicular plane هم يستخدمون midi-clavicular line ما الفرق بين اللاين والبلين اللاين سيقوم بتقسيم السيرفس فقط أي اللاين من السيرفس ولكن الفلين سيخترق السيرفس ويقوم بشكل فعلي بتقسيم الأبديمن إلى تسعة مناطق ليس فقط من السطح وإنما لو استخدمت الفلين فسأقوم بأخذ كل ريجن من هذه الأبديمن الريجن باعتبارها قطع منفصلة فالفلين يمر بالجسم من الانتيرير ويخرج من البوستيرير فهو يقوم بقطع الأبديمن بشكل فعلي فهذا هو الفرق بين الفلين واللاين أما اللاين فسيقوم فقط بوضع خط على الجسم لماذا نوهت على هذه النقطة؟ لأن في يوم من الأيام استخدمت مصطلح بلين بدلا من لاين أمام أستاذي فقال ليس بلين وإنما لاين فالجراحين يميلون إلى استخدام اللاين ولكن الأنتوميست يميلون إلى استخدام البلين باعتبار أن البلين يعطي المعنى الحقيقي للأبديمن الريجن فملخص هذه الفقرة أن لديه فور بلين ستقوم بتقسيم الأبديمن إلى تسعة مناطق إثنان ساجتال أو فيرتكال وإثنان هوريزنتال أو ترانسفيرس مثل ما نلاحظ أدنا مرة أخرى إلى هذه الصورة هذا عبارة عن ساجتال بلين وهذا أيضا عبارة عن ساجتال بلين آخر أو فيرتكال بلين هذا ليس بلين ولكن عذروني لاستدقيق معي بالمئة بالرسم هذا عبارة عن هوريزنتال بلين أو ترانسفيرس بلين وهذا أيضا عبارة عن هوريزنتال أو ترانسفيرس بلين ففي النهاية لدي 4 planes ستقوم بتقسيم الابديمن إلى 9 regions الآن سنتعرف على هذه الـ planes مثل ما نلاحظ usually two mid-clavicular planes mid-clavicular planes mid أي أنها في المنتصف clavicular أي أنها تمر في الـ clavicle فمن منتصف الـ clavicle هذا عبارة عن الـ clavicle من منتصف الـ clavicle سيمر plane يقوم بقطع الابديمن مثل ما نلاحظ that pass from the mid-point of the clavicles approximately 9 cm from the midline to the mid-anguinal points mid-points of the lines joining the anterior superior iliac spine and the pubic tubercles on each side لدي اثنان من المد-clavicular plane ستقوم بقطع الابديمن هما عبارة عن الـ two sagittal planes التي ستقوم بقطع الابديمن هذا المد-clavicular plane سيمر في منتصف الـ clavicle هذا الـ clavicle في المد-point لـ clavicle لهذا السبب اسميناه mid-clavicular plane لأنه يمر في المد-point لـ clavicle فسيمر في المد-clavicular point أو mid-point of the clavicle ويمر أيضاً في المد-anguinal point المد-anguinal point هي ببساطة عبارة عن المد-way ما بين الـ anterior superior iliac spine والـ pubic tubercle وقد تعرفنا على هذه المصطلحات في محاضرات اللاورلم ولكن ما يهمنا أن هذا الـ plane سيقوم بتنصيف الـ inguinal ligament أي سيمر في منتصف الـ inguinal ligament وهذا المد-clavicular plane سيكون على بعد 9 سنتيمترات من المد-line هذا هو عبارة عن المد-line يقوم بقطع الجسم بشكل متساوي إلى right و left فـ 9 سنتيمترات من المد-line سيكون لدي المد-clavicular plane هذا هو عبارة عن المد-clavicular plane الذي نتحدث عنه هذا واحد وهذا واحد فالآن تعرفنا على الـ two sagital planes two vertical planes وما عبارة عن الـ two mid-clavicular planes يمران في الـ mid-point of the clavicle لهذا السبب اسميناهم mid-clavicular plane وهما يبعدان عن المد-line 9 سنتيمتر هذا هو عبارة عن المد-clavicular plane وهذا أيضاً mid-clavicular plane آخر هذا هو عبارة عن الـ inguinal ligament الـ inguinal ligament هو عبارة عن الليجامت ما بين الـ anterior superior iliac spine هي عبارة عن فروز موجود في الـ hip bone فيمتد هذا الـ inguinal ligament من الـ anterior superior iliac spine إلى الـ pubic tubercle ففي منتصف هذا الـ inguinal ligament سيمر المد-clavicular plane فلدي right و left mid-clavicular plane هذه أيضاً صورة أخرى مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن المد-clavicular plane فهذا المد-clavicular plane انطلق من منتصف الـ clavicle هذه هي عبارة عن النقطة التي نسميها المد-clavicular point أو mid-point of the clavicle وهنا هذه النقطة مثل ما نلاحظ هذه النقطة هي عبارة عن المد-inguinal point أو mid-point of the inguinal ligament فالخط الواصل ما بين هذين الـ two points هو عبارة عن المد-clavicular plane أما فيما يخص الـ horizontal planes مثل ما نلاحظ most commonly أي الأكثر شيوعاً The transverse planes are the sub-costal plane passing through the inferior border of the tenth-costal cartilage on each side and the trans-tubercular plane passing through the iliac tubercles approximately 5 cm posterior to the anterior superior iliac spine on each side and the body of the lumbar 5 vertebrae ماذا يعني ذلك؟ ببساطة لدي two transverse planes ستمر بالأبدمن وتقوم بقطع الأبدمن هذان الـ two transverse plane الأكثر استخداماً هما عبارة عن الـ sub-costal plane والـ trans-tubercular plane هذان الاثنان الأكثر استخداماً هناك planes أخرى سنتعرف عليها بعد قليل ولكن هذه من وجهة نظر الـ anatomist من وجهة نظر الـ surgeons الجراحين سنتعرف عليها بعد قليل فلدي الـ sub-costal plane ولدي الـ trans-tubercular plane هذا هو عبارة عن الـ sub-costal plane وهذا عبارة عن trans-tubercular plane أما ماذا يعني sub-costal وماذا يعني trans-tubercular؟ سنتعرف عليها مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ sub-costal وهذا هو عبارة عن trans-tubercular SubCostal يعني إلى الأسفل من الCostalMargin هذه هي عبارة عن الCostalMargin والCostalMargin هو ببساطة عبارة عن هذا البروز من الأضلاء فلو قمتم الآن بوضع أيديكم بهذه النقطة فستستطيعون أن تقومون بتحسس هذه الCostalMargin فالCostalMargin هي عبارة عن الأضلاء هنا هذه هي عبارة عن الأضلاء أو نهاية الأضلاء التي تسمى بالCostalMargin سنتعرف عليها إن شاء الله بشكل كثير بصراحة خلال محاضرات الأبدمن ولكن لو تحسستم هذه الSubCostal هنا بهذه الطريقة تقريبا فهذه عبارة عن الCostalMargin فهذا الPlane سيمر إلى الأسفل من هذه الCostalMargin لهذا السبب أسميناه SubCostalPlane ومثل ما تعلمون لدينا 12 Ribs لدينا 12 ضلع فهذه الCostalMargin تكون بنهاية الضلع العاشر لأن لدينا ضلعان سائبان سيكونان موجودان ضمن الأبدمن بصراحة ولهما ترتيب مختلف لا يهم الآن الTwo Inferior Ribs المهم الآن أن الSubCostalPlane يمر بالInferior Border للTenth Rib أي يمر بالحافة السفلة للضلع العاشر مرة أخرى لهذا السبب أسميناه SubCostalPlane لأنه إلى الأسفل من الCostalMargin أما البلين الآخر الذي يعرف بـ TransTubercular Plane وعبارة عن البلين الذي يوصل الIlliac Tubercul مع بعضها البعض أو الIlliac Tubercles في الحقيقة مع بعضها البعض فلدي هنا Illiac Tubercul ولدي هنا Illiac Tubercul أخرى واحدة على الRight وواحدة على الLeft فالخط الواصل وفي الحقيقة البلين الواصل ما بين هذين الTwo Illiac Tubercles سنسميه بالTransTubercular Plane Trans أي أنه سيمر من خلال فحينما نقول Trans أي أنه سيمر من خلال الIlliac Tubercul فلهذا السبب اكتسب تسميته بالTransTubercular Plane وهذه الIlliac Tubercul ستكون على بعد 5 سنتيمتر from the anterior superior Illiac Spine وقد تعرفنا على هذا الشيء في محاضرات اللاورلم أي ستكون هذه الIlliac Tubercul على بعد 5 سنتيمترات من هذا البروز الذي استخدمناه لكي نصف الIlliac Ligament حينما قلنا أن الIlliac Ligament سيتصل بالانتيريار سوبرير Illiac Spine والPubic Tubercul أيضا مثلما نلاحظ هذا هو عبارة عن Sub-Costal Plane يكون إلى الأسفل من الCostal Margin عند نهاية الضلع العاشر وهذا الترانس Tubercular Plane مثلما نلاحظ يمر بالIlliac Tubercul عند اللامبر 5 عند الفقرة القطنية الخامسة فالآن انتهينا من التي تقوم بقطع الأبديمن وقد تعرفنا قبل قليل على التي تقوم بقطع الأبديمن فلدي واحد على الرايت وواحد على ولدي أيضا ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ على جسم المريض أي نقوم برسم خط تخيلي على جسم المريض وهذا الخط سيمثل mid-clavicular plane وأيضا حينما ننطلق من الأسفل فالأنتيريور سوفيريور إليكسبان هي عبارة عن Palpable Pony Imminence وأيضا الفيوبك تيوبركل أيضا فالبابل لهذا السبب نستطيع أن نتحسس الانتيريور سوفيريور إليكسبان والفيوبك تيوبركل ونأخذ mid-way بينهما ويعتبر هذا هو عبارة عن mid-clavicular plane فنستطيع من ونستطيع من وأيضا في حالة sub-costal plane فالsub-costal plane سيكون إلى الأسفل من ال-costal margin فأستطيع أن أقوم بعمل palpation للcostal margin وأحدد sub-costal plane أقوم برسم sub-costal line على جسم المريض وهو سيمثل sub-costal plane أما ال-trans-tubercular plane فأيضا أستطيع أن أقوم بعمل palpation أي أتحسس ال-illiac tubercle وأقوم برسم line ما بين ال-illiac tubercles هذا ال-line على جسم المريض سيمثل ال-trans-tubercular plane فهذا ما تعني هذه الفقرة أن هذه ال-planes جميعها ليس فقط both of these planes الذي يقصل بها بصراحة هنا ال-transverse plane ولكن كل هذه ال-planes المدك لوفيكولر وال-sub-costal وال-trans-tubercular جميعها مبنية على أساس وجود palpable bony imminence palpable structures أي عبارة عن تراكيب عظمية أستطيع أن أقوم بتحسسها وبالتالي أستطيع أن أقوم بتحديد هذه ال-planes بشكل دقيق ماذا يعني ذلك يعني أن هناك planes أخرى غير ال-planes التي تعرفنا عليها قبل قليل ولكن هذه ال-planes transverse فقط أي لدينا فقط اثنان planes vertical أو sagittal وهما ال-mid-clavicular planes واحد على ال-right وواحد على ال-left أما ال-transverse planes فلدينا نظام معين ولدينا نظام آخر أي لدينا نظامين النظام الأول وهو ال-sub-costal plane الذي تعرفنا عليه قبل قليل وال-trans-tubercular plane الذي أيضا تعرفنا عليه قبل قليل ولكن بعض الجراحين يستخدمون planes أخرى وهي ال-trans-phyloric وال-inter-spinous planes أما ما هو ال-trans-phyloric وال-inter-spinous planes فلنتعرف عليهما مثل ما نلاحظ لدينا ال-trans-phyloric plane extrapolated by midway between the superior borders of the manubrium of the sternum and the pubic symphysis ماذا يعني هذا الكلام يعني أن وهذه النقطة هي عبارة عن النقطة العليا عبارة عن superior border of the manubrium والمنوبrium هو عبارة عن جزء من الاسترنم والاسترنم هو عبارة عن عظم القص أو العظم الموجود في منتصف القفص الصدري أو في منتصف الصدر وهذا هو عبارة عن ال-trans-phyloric لا أعلم لماذا الخطوط لا تكون واضحة ولا ترسم بطريقة صحيحة مئة بالمئة ولكن هذا هو عبارة عن الترانس phyloric plane وهو عبارة عن ال-plane الموجود في منتصف الطريق ما بين هذه النقطة وهذه النقطة من الجسم البشري ما بين superior border of the manubrium of the sternum وما بين ال-pupic symphysis وهذا الترانس phyloric plane يمر في سنتعرف بعد قليل على معنى هذا الاسم ماذا يعني سنتعرف عليه بعد قليل ولكن ما يهم أن نحدد مكان هو عبارة عن المدوي ما بين هذه النقطة وهذه النقطة ويمر في ال-one vertebra أي كما هو عبارة عن جزء من المعيدة ولهذا السبب سمي هذا plane في الترانس phyloric لأنه يمر في الفايلوريس وسنرى بعد قليل صورة توضح هذا الشيء بطريقة أفضل سنرى ال-stomach وما هو الفايلوريس بالضبط when the patient when the patient is recombant أي يكون بال supine position or بال prone position أي حينما يكون ال-patient نائم على بطنه أو نائم على ظهره فهذا الترانس phyloric plane سيمر بالفايلوريس أما إذا كان ال-patient وقف على قدميه فلن يكون هذا ال-patient مار بالفايلوريس because the viscera sag with the pull of gravity the phyloric usually lies at lower level when the individual is standing erect أي حينما يقف الفايلوريس أو يقف الشخص فإن الفايلوريس سيكون موجود إلى الأسفل من الترانس phyloric plane لن يكون موجود في ال-1 level هذا يعني أن بكل الأحوال الترانس phyloric plane سيكون في ال-1 level وسيمر بمحاذاة الظلع الثامن ولكن في حالة أن ال-patient أو الشخص نام على بطنه أو نام على وجهه فهذا الترانس phyloric سيمر في الفايلوريس of the stomach ولكن حينما يقف هذا الشخص فإن الفايلوريس نفسه وأجزاء كثيرة من الأبدامن الفسرة ستنزل إلى الأسفل بفعل جاذبية ولكن سيبقى في كل الأحوال الترانس phyloric plane يمر بال-1 ويمر بمحاذاة ال-8 رب بمعنى آخر موقع الترانس phyloric plane ليس معتمد على البايلوريس وإنما معتمد على الألون ومعتمد على الضلع الثامن هذا كل ما بالأمر وأعتقد أنه اقتضى التوضيح هذه هي الاستامك وهذا هو عبارة عن البايلوريس هذا بالكامل بلونين اللون البنفسجي واللون الأزرق أو اللون السمائي هذا يسمى بالبايلوريس وهذه باقي أجزاء الاستامك هذه الفندس والبادي وهذه الكاردي أوف ذا استامك وإلى آخره من تفاصيل الاستامك سنتعرف عليها إن شاء الله في محاضرة الأبدامنال في السراء أو في محاضرات الأبدامنال الفسراء إن شاء الله في المستقبل ولكن ما يهم أن نأخذ فقط فكرة عما هو البايلوريس حاليا مثل ما نلاحظ هذه الصورة أخرى توضح هذا هو عبارة عن الترانس بايلوريك وبلين وهذا البلين يمر بالبايلوريس هذا هو عبارة عن البايلوريس الذي هو عبارة عن جزء من الاستامك جزء من المعيدة وهذا الترانس بايلوريك وبلين يمر في الأل ون فيرتبرا يمر بالإنفيريور بوردر أو الظلع الثامن أي أنه لترانس فيلوريك أهمية كبيرة لأنه يقوم بقطع العديد من التراكيب المهمة في الجسم البشري وبصراحة هذا هو سبب استخدام ال لترانس بايلوريك بدلا من السبكوستل مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السبكوستل بلين وهذا هو عبارة عن الترانس بايلوريك بلين فالترانس بايلوريك بلين سيمر بعدد من الأعضاء المهمة وعدد من التراكيب المهمة في الجسم البشري أما السبكوستل بلين فهو مجرد بلين موجود إلى الأسفل من سيمر الترانس فيولوريك بلين بالفندس أوف غالب لادر بالنك أوف بانكرياس بالأوريجينز أوف ذا سوبرير مزنترك آرتري بالهيباتيك بورتال فيين وسيمر أيضا بالروت أوف ذا ترانس فيرس ميزا كولين وبالدوادنا ججيونال جنكشن وبالحيلة أوف ذا كيدنيز جميع هذه التراكيب المهمة سنتعرف عليها إن شاء الله في المستقبل وسيكون للترانس فيولوريك بلين ذكر كثير في المستقبل في المحاضرات القادمة مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الترانس فيولوريك بلين ومثل ما نلاحظ يمر بأدد من التراكيب هنا الليفر وهنا ستكون تقريبا الغالب لادر وهناك كثير من التراكيب قد تعرفنا عليها مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن التراكيب المهمة التي سيمر بها هذا الترانس فيولوريك بلين ولستم بحاجة أبدا إلى حفظ هذه التراكيب التي يمر بها الترانس فيلوريك بلين فسنأتي على ذكرها في المستقبل كما قلت وعلى ما أعتقد أننا الآن نتفهم لماذا يحب الكلينيشنز استخدام الترانس فيلوريك بلين بدلا من السفكوستل بلين ولكن ماذا عن الانتر سباينس بلين؟ هل الحالة مماثلة أم لا؟ لنتعرف على الانتر سباينس بلين مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الانتر سباينس بلين ومن اسمه انتر سباينس انتر يعني بين شيئين وبين السباين السباين of the hip bone فالhip bone لديه انتيرير سبريير اليك سباين وهو عبارة عن بروز قد تعرفنا عليه في محاضرات اللاورلم فلدينا انتيرير سبريير اليك سباين على الرايت ولدينا انتيرير سبريير اليك سباين على الليفت فالبلين الواصل ما بين هذين السباين سنسميه بالانتر سباينس بلين ومرة أخرى استطيع أن أتفهم سبب استخدام الكلينيشنز لهذا الانتر سباينس بلين بدلا من الترانس تيوبركلر بلين بسبب أن الانتيرير سبريير اليك سباين من السهل أن نقوم بعمل بالبيشن له أي من السهل أن نتحسسه من سطح الجسم وللتذكير فقد تعرفنا حتى الآن على ستة أنواع من البلينس لدينا اثنان vertical أو اثنان sagittal ولدينا اربعة transverse أو horizontal لدينا اثنان mid clavicular planes يمران في منتصف الكلافيكل لدينا واحد على الright وواحد على الleft أما فيما يخص الترانس فيرس بلينس فلدينا أولا السبكوستل بلين وهو يمر بالحافة السفلة للضلع العاشر أو إلى الأسفل من الكوستل مارجن ولدينا الترانس تيوبركلر بلين يوصل ما بين التيوبركولز أوف ذا هب بون أوف ذا إليك بون وهو جزء من الهب بون ويضا يمر باللمبر فرتبرا نمبر 5 ولدي الترانس فيلوريك بلين وهو يمر بالفايلوريس أوف ذا استامك ويمر أيضا بمحاذاة الظلع الثامن ويمر أيضا باللمبر فرتبرا نمبر 1 ولدي الانتر اسفاينس بلين وهو عبارة عن بلين يوصل ما بين الانتيرير سوبرير إليك اسفاين على الجهتين الرايت والليفت لذا فلدينا طريقتان لتقسيم الأبديمن إلى التي تعرفنا عليها قبل قليل وسنقوم بعادة ذكر هذه الريجين أيضا بعد قليل ولكن ما يهمني أن هناك طريقتين أما استخدام رأي الكلينيشنز وهي استخدام الترانس فيلوريك والانتر اسفاينس بلين كهوريزنتال بلينز ستبقى في كل الأحوال الساجتال بلينز الميديك لافيكولر بلينز ستبقى في كل الأحوال على حالها ولكن رأي الكلينيشنز أن نستخدم الترانس فيلوريك بلين والانتر اسفاينس بلين ولكن رأي الأنتوميست وبصراحة الرأي الذي أنا أحب ذه بصراحة أن نستخدم السبكوستل بلين والترانس تيوبركيلر بلين بالإضافة إلى الميد كلافيكيلر بلين في كلا الحالتين وبالتالي سواء استخدمت رأي الكلينيشنز أو رأي الأنتوميست فسأقوم بتقسيم الأبديمن إلى تسعة مناطق وقبل الانتقال إلى الأبديمنال كوادرانت سنقوم بمراجعة ال9 ريجينز أو أسماء ال9 ريجينز of the abdominal sub-regions مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الميدكلافيكيلر بلين لديه واحد على الرايت وواحد على الليفت وهذا عبارة عن السبكوستل بلين وهذا عبارة عن الترانس تيوبركيلر بلين هنا سنستخدم رأي الأنتوميست بدلا من رأي الكلينيشنز هذه المنطقة تسمى بالright hypochondriac region وهذه المنطقة تسمى بالleft hypochondriac region وهذه المنطقة تسمى بالabigastric region هذه المنطقة تسمى بالright lateral region أو right flank region وفي بعض الأحيان أيضا تسمى بالright lamper region وهذه بالمقابل أيضا تسمى بالleft lateral region أو left flank region أو left lamper region كل هذه الأسماء صحيحة ولكن الأكثر استخداما هو right flank أو left flank region وأيضا في أحيان كثيرة يستخدمون الright lateral والleft lateral regions هذه عبارة عن الambilical region موجودة في المنتصف وتحوي على الambilical هذه المنطقة تسمى بالright inguinal region وهذه المنطقة تسمى بالleft inguinal region هذه المنطقة تسمى بالفيوبك region وهو في بعض الأحيان أيضا تسمى بالhypochondriac region بالاعتبار أن هذه تسمى epigastric فهذه تسمى hypochondriac ولكن الأكثر استخداما هو مصطلح البيوبك region ولكن إذا ورد استخدام الhypochondriac region فالمقصود بها هو البيوبك region الآن قد أنهينا الحديث عن الabdominal regions أو الabdominal subregions أما الآن فسنتحدث عن الabdominal quadrants مثل ما نلاحظ ماذا يعني ذلك؟ يعني بدلا من تقسيم الabdominal إلى nine regions سنقوم بتقسيم الabdomin إلى أربعة مناطق كل منطقة من هذه المناطق تعتبر quadrants أي ربع من أرباع الabdomin لديي right upper وleft upper ولديي right lower وleft lower quadrants سنستخدم لتقسيم الabdomin إلى abdominal quadrants planes مختلفة غير الplanes التي تعرفنا عليها قبل قليل فسنستخدم plane transverse سنسميه لtrans embilical plane الذي سيمر بالembilical الصرة وسنستخدم الميد line plane وهو عبارة عن sagittal plane يمر في منتصف الجسم ويقوم بتقسيم الجسم إلى نصفين متساويين right وleft مثل ما نلاحظ لدينا أولا سنرى صورة بعد قليل لتوضيح هذه الفكرة ولكن ما يهم أن الترانس امبلical plane هو عبارة عن البلين الذي يمر بالامبلكس ويكون هوريزنتل هذا البلين سيقوم ب dividing it into upper and lower halves أي سيقوم بتقسيم الabdomen إلى نصف علوي ونصف سفلي والبلين الآخر هو عبارة عن vertical plane والذي هو عبارة عن الميدين plane passing longitudinally through the body dividing it into right and left halves أدينا midline وهو عبارة عن اللين الذي يقوم بتقسيم الجسم إلى نصفين متساويين ولكن من السطح حينما نقول line فنقصد هنا من السطح ولكن حينما نقول plane فنقصد أنها عبارة عن سكين مثلا تقوم بالدخول داخل الجسم وتقسيمه بشكل فعلي إلى قسمين متساويين right and left فلدينا الميدين plane الذي سيقوم بتقسيم الabdomen إلى نصفين right and left نصف أيمن ونصف أيسر ولدينا الترانس embolical plane الذي سيقوم بتقسيم الabdomen إلى نصف علوي ونصف سفلي مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الميدين plane الذي سيقوم بتقسيم الabdomen إلى نصفين نصف أيمن ونصف أيسر وهذا هو عبارة عن الترانس embolical plane الذي سيقوم بتقسيم الabdomen إلى نصفين نصف علوي ونصف سفلي فسينشأ لدي four abdominal quadrants لدي right upper quadrant left upper quadrant right lower quadrant وleft lower quadrant ومثل ما نلاحظ هذه الصورة أخرى مثل ما نلاحظ هذا الright upper quadrant هذا الleft upper quadrant right lower quadrant وleft lower quadrant وهذه الصورة لكم لكي تقومون بالمراجعة فإذا سألتكم ما هذا الquadrant ماذا ستقولون وما هذا الquadrant ماذا ستقولون وما هذا الquadrant أيضا ماذا ستقولون وما هذا الquadrant من المؤكد أنكم قمتم بتسمية الquadrants بطريقة صحيحة فأنتم تتابعون studies alive الآن السؤال لماذا هناك طريقتان من الأساس لماذا هناك abdominal quadrants وهناك abdominal sub regions أو abdominal regions السبب في ذلك أن الabdominal regions تستخدم أيضا بطريقة عملية من قبل الhealth care professionals أي نحن الأطباء والعاملين في المستشفى فسيكونون health care professionals فهذه الطريقة تستخدم أكثر من قبل هؤلاء الأشخاص لوصف دقيق للكثير من التراكب الموجودة في الأبديمن وأيضا لوصف البين ولوصف أي abnormalities سنراها على السطح أو ليس فقط من السطح وإنما حتى في الabdominal cavity حينما نقوم بأخذ مثلا plane x-ray أو plane radiography أو نقوم بعمل سونار للبطن ultrasound أو نقوم بعمل أي imaging techniques على الإطلاق فتقسيم الأبديمن إلى مناطق أصغر يعني أنه سيكون هناك دقة في وصف أي شيء سنلاحظه سواء كان غريب أو ليس غريب في الأبديمن أي شيء normal أو شيء abnormal فبشكل عام الabdominal regions أو الabdominal sub regions الabdominal nine regions هي الطريقة التي يجب علينا أن نفهمها بدقة أما الabdominal quadrants فهي منها الأساس طريقة لا تحتاج إلى فهم دقيق لأنها جدا واضحة والabdominal quadrants تستخدم أكثر حينما يقوم المريض بوصف عرض معين أو بوصف ألم معين يقول أن لدي ألم هنا لن يحدد المريض أن هناك ألم في مثلا الright hypochondriac region وإنما سيقول لدي ألم الright upper quadrant of the abdomen هذه اللفظة إلى حد ما مقبولة من المريض ولكن نعم ليس مرضى عرب وإنما بشكل عام نحن نقوم بدراسة بصادر أجنبية فعلى ما أعتقد أنكم تفهمون الفكرة ولكن أريد فقط التنويه على فكرة أن الabdominal quadrants هي طريقة أقل دقة في وصف الأمور أما الabdominal regions أو الabdominal sub regions فهي طريقة أكثر دقة في وصف الأمور ونحن كأطباء نحتاج إلى أن نعرف الطريقتين ونعرف التراكيب الموجودة في كلا النظامين بتقسيم الabdomin سواء كان تقسيم الabdomin إلى nine regions أو four quadrants أما الآن فسنتعرف بشكل مختصر على ما هي محتويات كل منطقة من مناطق الabdomin ولكن بصراحة لن أذهب مع الabdominal regions أو الabdominal sub regions لأنها إلى حد ما تحتاج إلى محاضرات مستقبلية لكي نعلم ما هي التراكيب الموجودة في كل region من هذه ال nine regions وسأكتفي بذكر ما هي محتويات كل quadrant من الabdominal quadrants فقط لكي يكون لدينا فكرة عن الabdominal فسرة وسنتعرف أكثر عن الabdominal فسرة وموقع كل organ من الorgans الموجودة في الabdomin بشكل تفصيلي كما قلت بالتفصيل الجميل مثل ما نلاحظ لدينا ال right upper quadrant سيكون موجود ال liver تحديدا ال right loop of the liver وسيكون لدينا القلب لادر بالكامل ستكون بال right upper quadrant لدينا ال stomach وتحديدا الفيلوريس of the stomach وسيكون لدينا الدوادنم وتحديدا ال part one و two و three من الدوادنم لأن الدوادنم في four parts والدوادنم هو عبارة عن الاثنى عشري القلب لادر هي عبارة عن المرارة والليفر هو عبارة عن الكبد فالنصف الأيمن من الكبد سيكون موجود في ال right upper quadrant of the abdomen هذه للترجمة وسيكون لدينا الفنكرياس فقط ال head of the الفنكرياس الفنكرياس نفسه في الانجليش ولدينا ال right supra renal gland الغدة الكضرية اليمنى ولدينا ال right kidney الكليا اليمنى ولدينا ال right colic flusher ولدينا أيضا جزء من ال ascending colon القولون الصاعد السفرير part فقط منه ولدينا أيضا ال transverse colon فقط ال right half من ال transverse colon وال right colic flusher هي عبارة عن الزاوية التي يصنعها ال ascending colon مع ال transverse colon القولون الصاعد مع القولون المستعرف وهذا عبارة عن جزء من الأمعاء الغليظة أو large intestine بالصراحة ليس هناك داعي للتدقيق كثيرا بحفظ هذه ال organs الموجودة في كل quadrant ولكن فقط لكي تأخذ فكرة عن الموضوع في المستقبل سنتعرف بالتفصيل فهذه عبارة عن محاضرة overview عن الأبدمن ومتوقع أن تكون هناك تفاصيل أكثر بكثير في الأيام القادمة وفي المحاضرات القادمة إن شاء الله لذا أريد منك أن تسمع هذه الأمور وتراها من دون أن تحفلها وبهذه الطريقة ستأخذ فكرة بسيطة وهذا هو المطلوب فمثل ما نلاحظ الآن قد أنهينا ال right upper quadrant عليكم أنتم أن تجدوا أين هو ال right upper quadrant أما بال left upper quadrant فلدينا lever ولكن هذه المرة left loop of the liver على ما أعتقد تلفظ لوب وليس لوب ولدينا السبلين الطحال ولدينا ما تبقى من ما تبقى من المعدة عدى البايلوريس ولدينا لا أعلم ما هو اسم الجوجيونم بالعربي ولكن الجوجيونم هو الجزء الثاني من والذي يبلغ اثنان ونصف متر والإليم هو عبارة عن الجزء الثالث من والذي يبلغ ثلاثة ونصف متر ولدينا أيضا ما تبقى من البانكرياس لدينا الكلية اليسرى ال left kidney ولدينا أيضا ال left supra renal gland الغدة الكاظرية اليسرى وهي عبارة عن غدة موجودة فوق ال كدني مباشرة ولدينا left colic flasher أيضا نفس الطريقة بالright colic flasher وهو عبارة عن الزاوية ما بين الجزء الأيسر منه وال descending colon منه وكما تلاحظون قد نهينا ال left quadrant عليكم أن تجدوا أين هو left of quadrant أما بالright lower quadrant فلدينا السيكم السيكم هو عبارة عن جزء من الأمعاء الغليظة أيضا ولكن جزء سفلي موجود في ال right iliac fossa ال lower limb ولدينا ال appendix الزائدة الدودية ولدينا most of the ilium أغلب ال ilium موجود في ال right lower quadrant ولدينا ascending colon ال inferior part منه ولدينا right ovary في الفيميل ولدينا right uterine tube أيضا في الفيميل هنا المبيض وهنا phallopian tube لا أعلم بصراحة ما اسمه بالعربي نسيت ولدينا right ureter الحالب الأيمن الذي ينزل مباشرة من الكدني من الكلية ويذهب إلى العبدام منه part منه ليس كله موجود بالأبديمن جزء منه موجود بال pelvic cavity ولدينا right spermatic cord يكون موجود أيضا بالأبديمن وهو عبارة عن جزء من العضاء التناسلية الذكرية نسيت اسمه بالعربية أيضا ويضا هذا spermatic cord موجود جزء منه بالأبديمن وجزء منه يكون موجود في مكان آخر سنتعرف عليه في المستقبل وأيضا لدينا اليوترس من الممكن أن يكون موجود في right lower quadrant ولكن if large اليوترس في الحالة الطبيعية لا يكون موجود بالأبديمن يكون موجود بال pelvic cavity ولكن حينما تصبح الأنثى حامل فسيتوسى اليوترس ويدخل إلى الأبديمن ولدينا أيضا الeurinary بلادر ولكن اليورين إذا كانت ممتلئة باليورين في الحالة الطبيعية أو حينما تكون فارغة فهي ليست موجودة بال abdominal cavity وإنما موجودة بال pelvic cavity وقد أنهينا محتويات ومرة أخرى ليس عليكم أن تحفظوا بالتفصيل هذه المصطلحات وهذه التراكيب الآن ستحفظوها بالمستقبل فليس هناك داعي لأن تتعجلوا الأمور ولكن يجب أن تم ذكرها على أسماعكم لأنكم ستحفظوها بطريقة أو بأخرى فالآن ستحفظوها باللاوعي وفي المستقبل ستحفظوها بالوعي جدا إن شاء الله والكوادرانت الأخير وهو عبارة عن left lower quadrant مثل ما نلاحظ سيكون لدينا sigmoid colon وعبارة عن جزء من الأمعاء الغليظة سيكون موجود في هذه المنطقة ولدينا descending colon القولون النازل الجزء الأسفل منه أو الجزء السفلي منه وسيكون لدينا أيضا المبيض الأيسر والleft uterine tube والleft ureter أيضا تعرفنا عليها قبل قليل ولدينا أيضا أيضا ويكون لدينا اليوترس فاللارج وسيكون لدينا أيضا اليوريني ريبلادر فحتى الآن تعرفنا على بشكل جيد على ما أتقد وتعرفنا أيضا على الأبدامينال كوادرنت أيضا بشكل جيد وأخذنا فكرة سريعة جدا عن محتويات الأبدامينال كوادرنت تبقى من هذا الفيديو شيئا الشيء الأول هو هذه الصورة سنقوم بمراجعة البلينز عليها أما الأمر الآخر فتبقى أن نقوم بعمل سمري لهذه المحاضرة لمحاضرة الأوبورفيو الآن سأقوم بوضع خطوط على هذه الصورة وستقومون أنتم بذكر أسماء هذه البلينز فلو قمت بسؤالكم ما هذا البلينز من المفترض أن تقولوا أنه عبارة عن الميديان البلينز الذي يقوم بتقسيم الجسم إلى نصفين متساويين نصف أيمن ونصف أيسر وما هذه البلينز من المفترض أن تجيب بأنها عبارة عن الميد clavicular planes لدينا two sagittal planes تقوم بالمرور بال mid clavicular point وال mid point لل inguinal ligament فهذان هما عبارة عن الميد clavicular planes وما هذا البلين من المفترض أن تقومون بتسمية هذا البلين هو عبارة عن sub-costal plane صحيح هذا البلين يمر بالحافة السفلة للضلع العاشر أو يمر إلى الأسفل من costal margin وما هذا البلين؟ إذا قلتم الترانس تيبركولر بلين فهو صحيح هو البلين الواصل ما بين من المفترض أن يمر هذا البلين باللمبر فرتبرا ولكن لا أعلم لماذا هذه الصورة إلى حد ما المبر فرتبرا منخفضة ولكن هذا البلين يمر باللمبر فايف فرتبرا وإذا سألتكم ما هذا البلين؟ من المفترض أن تقولوا بأنه عبارة عن الترانس بايلوريك بلين هو عبارة عن البلين الذي سيمر باللمبر ون فرتبرا وسيمر أيضا بالحافة السفلة للضلع الثامن والسؤال أيضا ما هذا البلين؟ يجب أن تقولوا أن هذا البلين هو عبارة عن الانتر سباينيس بلين تبقى لدينا بلين واحد فقط وهو عبارة عن نعم هو عبارة عن الترانس امباليكال بلين البلين الذي يمر بالامباليكاس أو بالانتر فرتبرا ما بين اللامبر فرتبرا رقم ثلاثة واللامبر فرتبرا رقم أربعة هذا هو عبارة عن الانتر فرتبرا ديسك ما بين اللامبر فرتبرا نمبر ثري واللامبر فرتبرا نمبر فور قد انهينا الأوفر فيو أوف ذا أبدامينال أناتومي ولكن سننتقل إلى المراجعة أو الملخص لكل ما تم ذكره عن الأبديمن حتى الآن أما الآن فسنقوم بعمل سمري أو ملخص لهذه المحاضرة محاضرة الأوفر فيو أوف ذا دامينال أناتومي في هذا الملخص سأقوم بالتركيز على الأمور الأساسية التي أريد منك أن تأخذها معك إلى المستقبل إلى المحاضرات المستقبلية فستكون هذه المراجعة مقسمة إلى ثلاث أقسام أولا سنفهم حدود الأبديمن من أين تبدأ وأين تنتهي الأبديمن وموقعها من الجسم البشري هذا الشيء مهم يجب عليك أن تأخذه معك إلى المستقبل والشيء الثاني سنقوم بمراجعة التي قامت بتقسيم الأبديمن إلى عدة مناطق سواء كانت أبديمن أو أبديمن كوادران والشيء الثالث المهم الذي ستأخذه معك إلى المستقبل هو أسماء هذه الأبديمن سواء كانت الناين أبديمن أو الفور أبديمن كوادران هذه الصورة مثل ما نلاحظ وتوضح الأنتيريار أسبكت من الأتران سنقوم بشكل ملخص بتوضيح هذه الرسمة ماذا تمثل بالضبط ونحدد نقطة بداية الأبديمن أو السوبرير بوردر للأبديمن والإنفيرير بوردر للأبديمن أي من أين تبدأ الأبديمن من الأعلى وعين تنتهي من الأسفل مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الثراسك كيج والثراسك كيج هو عبارة عن القفص الصدري والقفص الصدري مكون بشكل أساسي من والسترنم والربس هذا هو القفص الصدري والسترنم مكون من ثلاث أجزاء هذا هو عبارة عن المانوفريم أو الجزء العلوي من الاسترنم أو عظم القص وهذا البدي أو وهذه القطعة الصغيرة مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن أو الجزء السفلي من عظم الاسترنم هذه في اللون الأزرق هي عبارة عن والكوستال كارتلج والكوستال كارتلج هي عبارة عن غضاريف موجودة في القفص الصدري كما نعلم الربس مكونة من جزء عظمي وجزء كارتلج أو جزء غضروفي الجزء العظمي هذا في اللون الأبيض والجزء الغضروفي في اللون الأزرق والسبب وجود الغضروف في الصدر هو لكي يسمح للصدر بأن يتمدد ومن ثم يتقلص أثناء عملية التنفس فلو لا وجود هذه الغضاريف لن يستطيع الثوركس أو الثوراسيك كابيتي بأن يتمدد أو يتقلص أثناء عملية التنفس وهذا الكوستال كارتلج كما نلاحظ من الأسفل هذه الحافة السفلية للقفص الصدري يكون لدي الكثير من الكوستال كارتلج لهذا السبب سميت هذه الحافة في الكوستال مارجن مثل ما نلاحظ هذه على وهذه على الرايت فلدي ولدي وهذه الزفويد لذا إذا سئلنا ما هي سنقول أنها عبارة عن مع الزفويد فمرة أخرى هي عبارة عن الزفويد والكوستال مارجن أما مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن والبالفك جردل والبالفك جردل هو عبارة عن والساكرم ولكن ما يهم أن سيكون مكون من الحافة العلوية لهذه العظام مثل ما نلاحظ هذه نسميها بالإليك كريست مثل ما نلاحظ هذه الإليك كريست والإليك كريست نستطيع أن نتحسسها حينما نضع أيدينا بهذه الطريقة الآن أنا أضع يدي على الإليك كريست وهي تمثل الإنفيريور بوردر وأيضا الإنفيريور بوردر أوف ذا أبديمن مثل ما نلاحظ هذه الألوان المختلفة تمثل الإنفيريور بوردر أوف ذا أبديمن ستكون أيضا مكونة من الإنغونال لجامنت هذا في اللون الأزرق أيضا عبارة عن الإنغونال لجامنت سنتعرف عليه إن شاء الله في المستقبل بشكل تفصيلي جدا فلدي واحد على الرايت وواحد على اللافت وهنا في المنتصف سيكون لدي ولكن ما يهم أن تعلموا أن الإنفيريور بوردر للأبديمن هي عبارة عن السوبرير بوردر من فمثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن فهذه هي عبارة عن فبكلمة أخرى أن الإنفيريور بوردر للأبديمن هي عبارة عن الأبر بوردر لللورلم فهذه ببساطة التي أقوم بالتأشير عليها هي عبارة عن الأبر بوردر أو السوبرير بوردر لللورلم فهنا لدي الإنقونال ليجامنت أيضا هو عبارة عن السوبرير بوردر أوف ذا لورلم ولدي هنا الإليك كريست أيضا هي عبارة عن السوبرير بوردر أوف ذا لورلم ولدي هذه البيوبك كريست هي عبارة عن البوردر ما بين الأبديمن والفيرنيم ولكن هذه البوردرز جميعها هي عبارة عن بوردرز من السيرفز ماذا يعني بوردرز من السيرفز أي أنني حينما أقول أن الأبر بوردر للأبديمن هي عبارة عن الزيفويت بروسس والكوست المارجن فإنني أقصد من الخارج أقصد من الصطح لأن من الداخل الأبديمن لا تنتهي أو لا تبدأ بشكل عملي من الزيفويت بروسس والكوست المارجن وأنما هي تصعد إلى الأعلى لمستوى الثراسك دايفرام فالأبر بوردر أو الأبر وال أو السوبرير وال للأبديمن الكافيتي هو عبارة عن الثراسك دايفرام يجب أن نضع هذه النقطة في أذهاننا فحينما أقول الأبديمن الكافيتي فالأبديمن الكافيتي يبدأ من الأعلى أو يصل إلى الفورث انتركوستل سبيس أما الأبديمن بشكل عام من الخارج أو من السيرفز فهي تبدأ من الزيفويت بروسس والكوستل مارجن وتنتهي إلى الأبر بوردر أوف ذا لورلم تنتهي عند بداية اللورلم وعند بداية البرانيم والبرانيم هي عبارة عن الآضاء التناسلية الخارجية وأيضا الأينس فتحة الشرج لذا فإن الأبديمن من السطح من الخارج من خارج الجسم تبدأ من الزيفويت بروسس والكوستل مارجن وتنتهي إلى الانجونال لجامنت والإليك كريست أي الأبر بوردر في اللورلم النقطة الثانية التي أريد منك أن تقوم بأخذها معك إلى المستقبل فهي عبارة عن البلينز التي ستقوم بتقطيع الأبديمن إلى عدة مناطق لدي طريقتين لتقطيع الأبديمن لدي الأبديمنال كوادرانس ولدي الأبديمنال ريجنز الأبديمنال ريجنز هي عبارة عن طريقة بتقطيع الأبديمن إلى تسعة مناطق منفصلة أما الأبديمنال كوادرانس فهي عبارة عن طريقة بتقطيع الأبديمن إلى أربعة أربعة أو إلى أربعة مناطق لكي أقوم بتقطيع الأبديمن إلى تسعة مناطق إلى nine abdominal regions سأحتاج إلى two sagittal planes يمران بالأبديمن من الأعلى إلى الأسفل وأحتاج أيضا إلى two transverse planes يمران بالأبديمن من الجانب إلى الجانب ويقومان بقطع الأبديمن بطريقة هوريزنتل فلدي بطريقة vertical ولدي بطريقة هوريزنتل لدي اثنان بطريقة vertical ولدي اثنان بطريقة هوريزنتل وبالتالي لو كانت مثلا الأبديمن بهذه الطريقة مثلا وأتينا هذا plane وهذا plane وهذا plane وهذا plane فستقسم الأبديمن إلى تسعة مناطق مختلفة لذا فأنا الآن أريد أن أحقق الabdominal regions أو nine abdominal regions فأول plane هو عبارة عن mid-clavicular plane مثلا نلاحظ mid-clavicular من اسمه mid أي في المنتصف وclavical أي في المتصف ففي منتصف المتصف سيكون لدي plane هذا هو عبارة عن منتصف الكلافيكل ولكن هذا plane لا يمر فقط في منتصف الكلافيكل وإنما أيضا يمر في منتصف الingunal ligament مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن الingunal ligament فبمنتصف الingunal ligament سيمر هذا plane وعبارة عن mid-clavicular plane فمثلا نلاحظ هذا plane سيمر بالmid-clavical وبالتالي يصل إلى mid-point of the inguinal ligament فهذا هو عبارة عن mid-clavicular plane مثلا نلاحظ mid هكذا clavicular plane ولنفترض أن الابديمن أصبحت بشكل بيضوي لا أعرف كيف ولكن هذه هي الابديمن فالآن أنا قمت بعمل أول plane أو أول sagital plane والذي هو عبارة عن mid-clavicular plane هذا هو عبارة عن mid-clavicular plane ولكن كما تلاحظون لن يكفي plane واحد لن يكفي sagital plane واحد سأحتاج إلى plane آخر فمثلا لدي plane على الright أيضا أريد plane على الleft لذا سأقوم بتحديد mid-clavicular point مثلا نلاحظ في هذه النقطة وأيضا سأقوم بتحديد mid-inguinal point مثلا نلاحظ أيضا في هذه النقطة تقريبا فالمid-clavicular plane سيمر من mid-clavicular point إلى mid-inguinal point وبالتالي قام بقطع الأبديمن بطريقة vertical فهذا أيضا سيكون عبارة عن mid-clavicular plane فالآن قمت أيضا بقطع الأبديمن بهذه الطريقة فالآن حصلت على two sagital planes أو two vertical planes قام بقطع الأبديمن بطريقة عمودية أما الآن فسأحتاج إلى two transverse planes إلى two horizontal planes أو إلى two planes يكونان أفقيان وليس عموليا فلدي أولا السبكوستل plane السبكوستل plane هو عبارة عن plane يمر إلى الأسفل من الحافة السفلية للقفص الصدري أو إلى الأسفل من الكوستل مارجن بالثمان نلاحظ هذا هو عبارة عن السبكوستل plane بالثمان نلاحظ سبكوستل plane فالآن أصبح لدي أبلين قام بقطع الأبديمن بهذه الطريقة فالثمان نلاحظ حتى الآن لدي اثنان mid-clavicular planes ولدي transverse plane هو عبارة عن السبكوستل plane أما البلين الرابع فهو عبارة عن plane سيمر ما بين two iliac tubercles مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال iliac tubercles لنفترض أنها بهذه النقطة والiliac tubercle الأخرى بهذه النقطة فالplane الذي سيمر بهذه ال iliac tubercles هو عبارة عن trans-tubercular plane سنكتب اسمه هنا فهذا البلين يسمى بال trans-tubercular plane tubercular plane وهو عبارة عن horizontal plane قام بقطع الأبديمن بطريقة horizontal أو بطريقة transverse لذا فقد تولد لدي أبلين رابع قام بقطع الأبديمن بطريقة horizontal وبالتالي تكونت لدي تسعة مناطق منفصلة للأبديمن مثل ما نلاحظ تسعة مناطق منفصلة هذه المناطق التسعة تكونت بسبب هذه ال four planes التي قامت بالمرور بالأبديمن وبالتالي قامت بتخصيم الأبديمن إلى nine regions ولكن في بعض الأحيان الجراحين يكون لهم رأي آخر فهذا رأي ال anatomist أو رأي علماء التشريح أما الجراحين فلديهم رأي آخر فيقولون بدلا من السبكوستال plane سأقوم بحذف السبكوستال plane على حسب رأي الجراحين وسأقوم بوضع plane آخر لكي يستخدم بدلا من السبكوستال plane هذا البلين الآخر نسميه بال trans-phyloric plane لذا فليس لدي سبكوستال plane على حسب رأي الجراحين وإنما لدي بلين آخر وضع عنه وهذا البلين سيمر بال Lumber vertebra number one مثل ما نلاحظ وهذا البلين أيضا يمر بالحفة السفلة للظلع الثامن وهذا البلين سيسمى بالترانس مثل ما نلاحظ الترانس phyloric plane phyloric plane فبدلا من هذا السبكوستال plane سأستخدم plane آخر هو عبارة عن الترانس phyloric plane ومع الأسف فإن الجراحين لم يكتفوا لهذه النقطة وإنما قالوا أيضا بأننا سنقوم باستبدال الترانس phyloric plane phyloric plane آخر سيمر ما بين anterior ما بين two anterior superior iliac spines مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن anterior superior iliac spine على right وهذه عبارة عن anterior superior iliac spine على left فالinter spines plane الذي هو عبارة عن plane الhorizontal الآخر الذي سيستخدمه الجراحين بدلا من الترانس tubercular فسأكتب اسمه هنا inter spines plane spines plane فبدلا من استخدام الترانس tubercular plane سيستخدمون ال inter spines plane فقد تعرفنا على رأي الجراحين ورأي الاناتوميست ولكن النتيجة واحدة كما ترون ولكن الرأي الذي من المفترض أن نأخذ به أكثر هو رأي الاناتوميست لأننا نقوم بتراسة الاناتومي والتقسيم والتصنيف هو عمل الاناتوميست وليس عمل الجراحين في الحقيقة فلتقسين الاناتوميست إلى nine abdominal regions فسأحتاج إلى four planes اثنان sagittal واثنان horizontal الاثنان sagittal في كل الأحوال هما عبارة عن المد clavicular plane مثل ما نلاحظ هذا المد clavicular plane سيمر بالأبديمان من الأحوال إلى الأسفل ويقوم بقطع الأبديمان أما الـ two horizontal planes فلدي طريقتين أما طريقة الـ surgeons أو طريقة الاناتوميست طريقة الاناتوميست ستكون عن طريقة subcostal plane والترانستيبركيلور أما طريقة الـ surgeons فستكون عن طريقة الترانستيبركيلور clavicular plane والـ interspinous plane وفي كل الحالتين سينتج لدي nine abdominal regions مثل ما نلاحظ بهذه الطريقة أما الطريقة الأخرى لتقسيم الأبديمان إلى abdominal quadrants four abdominal quadrants فأحتاج لها فقط اثنان planes إلى two planes سيكون لدي مثل ما نلاحظ الـ median plane والـ median plane من محاضرات الـ general anatومي وهذه محاضرات قديمة جدا على هذه القناة فـ median plane هو عبارة عن الـ plane الذي يمر في منتصف الجسم مثل ما نلاحظ ويقوم بقطع الجسم بطريقة متساوية إلى right و left فهذا هو عبارة عن median plane يمر بهذه الطريقة ويقوم بقطع الجسم إلى right و left لذا فهذا هو عبارة عن الـ median plane اسمه سهل جدا ولن تنسوه أبدا فلو افترضنا أن لدينا هذه عبارة عن الـ abdomen الثمان لاحظ فلدي الـ median plane سيقوم بقطع الـ abdomen إلى نصفين right و left أما لـ transverse plane الذي أيضا سأستخدمه في تقطيع الـ abdomen إلى four abdominal quadrants أي أريد أن أحقق هذه الحالة لدي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، لدي four abdominal quadrants لدي أربعة أرباع للـ abdomen فهذا الـ plane سأسميه بالـ trans-embilical plane مثل ما نلاحظ الـ embilicus للجسم البشري والتي هي عبارة عن الصرة فالصرة ستكون موجودة في هذه النقطة في الـ intervertebral disc الموجود ما بين الـ number 3 والـ number 4 vertebra فهذا هو عبارة عن الـ trans-embilical plane trans-embilical plane وهو عبارة عن horizontal plane سيقوم بقطع الـ abdomen بطريقة horizontal لذا فالآن قد أنهينا فكرة الـ planes التي ستقوم بتقطيع الـ abdomen أما إلى nine abdominal regions أو إلى four abdominal quadrants أما الآن فسنحتاج إلى أن نتعرف على أسماء الـ abdominal regions الـ nine abdominal regions وأسماء الـ abdominal quadrants مثل ما نلاحظ لدينا طريقتان لتقسيم الـ abdomen إلى several regions لدينا الـ abdominal regions أو الـ nine abdominal regions ولدينا أيضا الـ abdominal quadrants أو الـ four abdominal quadrants كلا الطريقتين يجب علينا أن نفهمهما بشكل جيد ولكن الأكثر استخداما هي عبارة عن الـ abdominal regions وذلك لأنها أكثر دقة من الـ abdominal quadrants فبدلا من تقسيم الـ abdomen إلى أربعة مناطق نقوم بتقسيمها إلى تسعة مناطق فمن المؤكد أن تسعة مناطق أكثر دقة من الأربعة مناطق فمثل ما نلاحظ نبدأ أولا بالـ abdominal regions فسنقوم برسم الـ planes التي ستقوم بتقسيم الـ abdomen إلى nine regions وقد تعرفنا عليها قبل قليل فلدينا الـ mid-clavicular plane ولدينا right and left mid-clavicular plane يقوم بتقسيم الـ abdomen بطريقة vertical فالآن لدينا اثنان plane vertical وسنستخدم طريقة الـ anatomist في تقسيم الـ abdomen إلى nine regions وهي استخدام الـ subcostal plane ك- first horizontal plane أو superior horizontal plane واستخدام أيضا التـ trans- tubercular plane ك- inferior transverse plane فمثل ما نلاحظ نشأ لدينا nine regions تسعة مناطق هذه منطقة وهذه اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وتسعة مثل ما نلاحظ كل ما علينا القيام به الآن هو تسمية هذه الـ nine abdominal regions فلدينا من هنا كل هذه المناطق ستعتبر right لأننا على جهة الـ right فستسبق دائما بكلمة right ومن هنا ستكون left فكل هذه المناطق ستسبق بكلمة left أي من اليسار فلدي من اليسار ولدي من اليمين فأول منطقة هي عبارة عن الـ hypochondriac region فـ right hypochondriac region الثمان نلاحظ hypo hypochondriac region وأيضا في المقابل لدي ستكون هنا تحديداً فـ left hypochondriac region ويضا إلى الأسفل من الـ hypochondriac region سواء كانت الـ right أو الـ left فلديه flank region أو lateral region فهنا مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن الـ right هنا right flank 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 region وهذه المنطقة لها عدة أسماء فتسمى بـ flank region أو تسمى بـ lateral region مثلاً right lateral region مثل ما نلاحظ lateral region وأيضا بعض المصادر تسمى بـ الـ lamber region فلديها ثلاث أسماء flank region أو lateral region أو lamber region وجميعها على الـ right أيضا لدي على الـ left بالمقابل نفس الشيء بالضبط فلدي أيضا left flank region ولدي أيضا lateral الـ ولدي أيضا lamber lamber region فهذه المنطقة هنا إلى الأسفل من الـ hypochondriac region لديها ثلاث أسماء ولكن بصراحة الأكثر استخداما هي flank region فحينما أقول right flank region أقصد فيها هذه المنطقة وحينما أقول left flank region فأقصد بها هذه المنطقة من البطن فflank lateral lamber region كلها تشير إلى هذه المنطقة والمنطقة الأخيرة من جهة الـ right والleft فهي عبارة عن الـ inguinal region مثل ما نلاحظ هذه المنطقة هنا تسمى بالـ inguinal region right وأيضا في المقابل لديه left inguinal region فهنا فهنا right inguinal region هنا left inguinal region هنا right flank أو lateral أو lamber region وأيضا هنا left flank lateral lamber region هنا right hypochondriac region وهنا أيضا left hypochondriac region تبقى هذه المناطق في المنتصف فهنا لدي الـ epigastric 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 gastric region epi يقصد فيه هنا أصبحت F epigastric region هي عبارة عن المنطقة التي ستكون فوق الـ stomach أو على الـ stomach مباشرة في الحقيقة الـ stomach ستكون هنا تقريبا فهذه المنطقة كلها ما بين الـ coastal margin والـ zified process فتسمى بـ epigastric region هذه المنطقة تسمى بـ embilical embilical region وسبب تسميتها بـ embilical لأن مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن embilical أو الصرة وهنا هذه المنطقة لها تسمية إما أن نسميها بالـ pubic region وهذه الأكثر انتشاراً أو الأكثر استخداماً فلدي pubic pubic region أو لديها اسم آخر وهو عبارة عن hypo gastric لدي epigastric ولدي hypo gastric region hypo gastric gastric region فهذه هي جميع المناطق التسعة أو 9 abdominal regions التي تستخدم بشكل فعلي في وصف الألم في وصف أي abnormalities قد تظهر في أي منطقة من هذه المناطق مثلاً يأتي الفيشنت يقول أن لدي ألم في هذه المنطقة فنحن سنقول بأن هذا الفيشنت هذا المريض لديه epigastric pain أو يقول أن لدي ألم في هذه المنطقة فسنقول أن هذا الفيشنت لديه ألم في right flank region أو يقول أن لدي ألم في هذه المنطقة فسنقول أن هذا الفيشنت لديه ألم في left inguinal region أو يقول أن لدي ألم في هذه المنطقة فأيضاً سنقول لديه ألم في pubic region وكل ألم من هذه الأعلام التي تحصل في منطقة معينة له تفسير لدينا فمثلا إذا قال البيشنت لدي أبيغاسترق بين يختلف بشكل فعلي عما إذا قال لدي رايت انقونال بين ولكن البيشنت لن يقول لدي رايت انقونال نحن سنستنتج أنه عبارة عن رايت انقونال أو مثلا أبيغاسترق بين هي العادة البيشنت سيستخدم هذا التصنيف أكثر من هذا التصنيف لأن هذا شيء أبسط فسأقوم بيعادة أسماء هذه المناطق بشكل سريع فلدي على الرايت بالثمان نلاحظ هذا هو عبارة عن الرايت ولدي أيضا على اللفت فلدي رايت هايبو كوندريك ريجن هذه هي عبارة عن الرايت هايبو كوندريك ريجن ولدي رايت فلانك ريجن وأيضا تسمى بالرايت لاترال أو رايت لامبر ريجن ولدي رايت انقونال ريجن هذه هي عبارة عن الرايت انقونال ريجن ولدي أيضا في المقابل اللفت ريجن فلدي لفت هايبو كوندريك ريجن ولدي لفت فلانك لاترال أو لامبر ريجن ولدي أيضا لفت انقونال ريجن ولدي ثلاث مناطق موجودة في المنتصف لدي الأفيكاستريك ريجين الأمبليكال ريجين ولدي البيوبيك ريجين أو الهايبوكاستريك ريجين أما حينما نأتي إلى الأبدامينال كوادرانس فالموضوع مختلف بعض الشيء وأبسط بكثير بصراحة فلدينا ميدلاين سيقوم بقطع الأبدامن وقطع الجسم بالكامل إلى نصفين متساوين نصف على left ونصف على right فهنا أيضا right وهنا left وأيضا سيكون لدي plane آخر سيقوم بقطع الأبدامن إلى نصفين أيضا ولكن نصف علوي ونصف سفلي هذه المرة هو عبارة عن الترانس امبليكال plane وسمي بالترانس امبليكال plane لأنه يمر بالأمبليكال الصرة فهنا سينشأ لدي أبر أبر وهنا سينشأ لدي سكتبها هنا لور فلدي right وليفت لدي أبر ولدي لور قد نتجت هذه التسميات بسبب هذه البلينز الميدين بلين والترانس امبليكال بلين فستكتسب هذه الكوادرانز تسميتها من موقعها فهنا سيكون الright أبر كوادرانز رايت أبر كوادرانز وهنا سيكون لدي الليفت أبر كوادرانز لأنه على الليفت أبر لأنه إلى الأعلى من الترانس امبليكال بلين وكوادرانز لأنه كوادرانز وأيضا هنا سيكون لدي الright lower كوادرانز فright لأنه على الright ولور لأنه إلى الأسفل من الثمانة لاحظ lower وكوادرانز لأنه عبارة عن كوادرانز ولدي أيضا الليفت lower كوادرانز لنفس السبب لذا فلدي 9 Abdominal Regions ولدي 4 Abdominal Quadrants ومثما قلت يجب علينا أن ندرس كلا الطريقتين هذه الطريقة وهذه الطريقة ولكن يجب أن نضع في أذهاننا أن هذه الطريقة هي أدق وأكثر استخداما ويجب علينا أن نفهمها بشكل جيد أما هذه الطريقة فهي أقل استخداما وليست دقيقة جدا فبدلا من استخدام منطقة كبيرة لها اسم واحد فقمنا بتقسيم هذه المنطقة إلى أكثر من منطقة فمن المؤكد أن هذه الطريقة أكثر دقة من هذه الطريقة ولكن هذه الطريقة تسمى Patient Wording ماذا يعني Patient Wording؟ يعني أن المريض سيستخدم هذه الطريقة في وصف الألم أو في وصف أي شيء تقربا سواء كان ألم أو أي abnormalities إذا ظهرت مثلا هيرنية هنا أو ظهرت مثلا شيء معين abnormalities معينة على البطن أو من البطن فسيذكر Patient هذه الطريقة أكثر من هذه الطريقة لأن هذه الطريقة أبسط وأسهل فقط سيقول أن لدي ألم هنا فنحن لن نقول أن Patient لديه ألم بمثلا الhypochondriac لأننا لسنا متأكدين بالضبط فسنقول أن Patient لديه ألم في الright upper quadrant هذه فقط الفكرة من استخدام طريقتين تبقى أن ندقق على شيء واحد فقط حينما قمنا بتقسيم الأبديمن إلى four abdominal quadrants أو nine abdominal regions فنحن لم نقم بتقسيم الأبديمن من السطح فقط أي حينما أقول epigastric region لا أقصد فقط أنها المنطقة المحصورة ما بين هذا subcostal plane والcostal margins وإنما أيضا أقصد epigastric region أنها الregion بشكل كامل أيضا من الداخل فإلى الداخل من هذه epigastric region سأجد stomach وأجد الكثير من التراكيب سنتعرف عليه إن شاء الله في المستقبل وأيضا مثلا الأمبليكال ريجن فإلى الداخل من هذه القطعة فهناك الكثير من التراكيب أيضا سأقوم بتسميتها بالأمبليكال ريجن لذا فتقسيم الأبديمن إلى several regions هو ببساطة أن الأبديمن هي عبارة عن قطعة واحدة فحينما سأقوم بتقسيمها إلى nine regions أي أنني سأقوم بتقسيمها إلى تسعة قطعة فتخيل أنك ستقوم بأخذ هذه الأبديمن في المختبر بشكل فعلي أو في مختبر التشريح في المشرحة وبدلا من أن تكون الأبديمن قطعة واحدة ستأتي بسكين وتقوم بتقطيع هذه الأبديمن إلى تسعة مناطق بجميع محتوياتها حتى الأبديمن بسرة هذه الفكرة التي يجب أن تضعوها في أذهانكم فهذا التصنيف أو هذا التقسيم أو هذه التسمية ليست من السطح وإنما عبارة عن تقسيم للأبديمن من السطح وإيضا تقسيم للأبديمنال كافيتي بكل محتوياته هذا كل ما يجب عليكم أن تفهموه من الأبديمنال كوادرانس والأبديمنال ريجنس لذا فانتهت محاضرة الأوفر فيو أوف ذا أبديمنال أناتومي نلتق إن شاء الله في محاضرة الأنترولاترال أبديمنال بول التي ستكون بالتفصيل الجميل ترجمة نانسي قنقر